الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستغين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولو الضالين بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمدون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وغلوا فانظوا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وعوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين فحشر لسليمان داوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وقال رب أوزئني أن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين